الحقيقة أننا في الأردن ليسوا حديثي العهد في عملية الانتقابات وصار في عنا عملية تراكمية على الأقل نقول من 89 إلى هذا اليوم أنه كل أربع سنوات عنا انتقابات نيابية وانا انتقابات بلدية والآن عنا نضيف إلى ذلك الموضوع الجديد اللي هو اللامركزية ومجالس المحافظات بابعاد تنموية فالمواطن الأردني نتيجة التراكم الزمني خفت حدة الاختلالات اللي بتحدث في العملية الانتقابية وهذا أعتقد أنه جزء من عملية التطور الديمقراطي وجزء من معادلة مشاركة المواطن في اتخاذ قراراته على مستوى المجالس البلدية أو المجالس المحلية في موضوع اللامركزية وهذا يعطي الناس إطمئنان لأننا نشعر أن النظام السياسي الأردني ارتفعت درجة المؤسسية فيه يعني درجة تطبيق القانون صارت عالية بشكل أو بآخر وبالتالي هذا يضمن سلاسة العملية صحيح في السابق كان يحدث اختلافات أو اختلالات ولو الآن عم بحدث في بعض المناطق يعني اليوم بلواء الموقر وزي ما حدث حتى في جرش وزي ما حدث في بعض المناطق الأخرى كلها أحداث لن نستطيع أن نعممها يعني أحداث فردية أو أحداث جزئية لا تعكس المشهد الكامل على مستوى المملكة نحن لما نتحدث عن 29.9% أو 30% ونقارن هذا الأمر في موضوع الانتخابات النيابية الانتخابات النيابية المعدة لعام 27.5% كان متدني جدا وهذا يعود أسباب عدم المشاركة أو عزوف الناس عن المشاركة يعود لعدة أسباب لا أو الذكرها الآن لكن يبقى القول أنه أحنا في المملكة يعني سنتطرق إلى ذكرها لاحظة إن شاء الله إن شاء الله اعتدنا على إجراء العملية الانتخابية بشكل دوري ودورية الانتخابات عملت نوع من التحصين عند المواطن في كيفية التعامل مع صندوق الاقتراع وهذا أمر يمكن لم يتوفر في أي دولة عربية أخرى خصوصا أنه أحنا نعيش في أجواء يعني الواقع الجيوسياسي للمملكة والمحيط اللي فيه حروب وصراعات إن كان في العراق أو في سوريا أو في فلسطين ونحن الدولة اللي في نفس الوقت يحتكم شعبها إلى الصندوق لاختيار قياداته المحلية إن كان في البلدية أو اللامركزية أو بشيء آخر فعلا